أعلنت مديرية شؤون الحج والعمر في وزارة الأوقاف عن حل مشكلة المعتمرين الأردنيين العالقين على الحدود السعودية الأردنية منذ مساء يوم أمس مؤكدة عدم تهونها في محاسبة المقصرين وكانت السلطات السعودية منعت عبور عدد من حافلات المعتمرين العائدين لعدم توفر تصريح دخول لدى السائقين والحافلات نحك هذا المشكلة متكررة صار قبل خلط أيام وقبل أسبوع وهذه صار سمسرة يعني الحدود صار بهدل المعتمرين الأردنيين يعني بشكل داع مساعدين السواقين بلتقوا على الحدود وبدخلوا تأشيرتهم أنهم داخلين وما بعد الحدود السعودية بيطلح سائق واحد للأسف الشديد يجب أن تكون هناك متابعة من وزارة الأوقاف لهذا الموضوع الحمد لله الآن دخلت ثلاث حافلات وبدأت الآن تباعا بالدخول الحمد لله رب العالمين تم انتهاء من هذه المشكلة وسيتم هناك تشكيل لجنة أخرى لتحقيق بهذا الموضوع ولمحاسبة الشركة المقصرة والتي قصرت بنقل المعتمرين وتركهم لساعات طويلة على الحدود